تخيل أنك تراقب عربة ترولي جامحة تسير على سكة حديدية تتجه مباشرة نحو خمسة عمال ولا يمكنهم الهرب وصادف أنك تقف قرب محاول سكة الحديد والذي سيحرف بالعربة إلى مسار آخر هنا تكمن المشكلة يقف على المسار الآخر عامل أيضاً عامل واحد فقط ماذا ستفعل؟ هل تضحي بحياة شخص واحد لإنقاذ خمسة؟ هذه هي معضلة عربة السكة الحديدية والتي تعد نسخة لمعضلة أخلاقية ابتكرتها الفيلسوفة فيليب بافوت في عام 1967 وترجع شعبيتها لأنها تدفعنا للتفكير في كيفية الاختيار عندما لا توجد اختيارات صائبة هل نختار الفعل مع أحراز بعض النتائج؟ أم نلتزم بالقانون الأخلاقي الذي يحضر علينا التسبب في وفاة الأشخاص؟ وفي إحدى الاستطلاعات وافق 90% على قلب المحول والتضحية بعمل واحد لإنقاذ خمسة وقد جاءت هذه النتائج متطابقة مع دراسات أخرى كنظرية محاكاة الواقع الافتراضي للمعضلة وتتوافق هذه الأحكام مع المبدأ الفلسفي لمذهب المنفعة الذي يزعم أن القرار الأخلاقي هو من أحد القرارات الصائبة التي تزيد السعادة لأكبر عدد من الناس فحياة الخمسة أفراد تفوق حياة شخص واحد حتى وإن اقتضى ذلك التضحية بشخص واحد لإنقاذهم ولكن لا تأخذ الناس دائما بالمبدأ المنفعي حيث يمكننا إدراكه من تغيير مشكلة العربة قليلا على غرار الحالة السابقة أنت تقف الآن على جسر من مسار السكة الحديدية عندما تقترب العربة بسرعتها الفائقة ففي ذلك الحين ليس هناك مسار آخر إنما يقف بالقرب منك رجلا شديدا ضخاما فإن دفعته من فوق الجسر سيقف الترولي وبذلك تنقذ الخمسة عمال غير أنك ستودي بحياة ذلك الرجل وعند النفعية فإنهم يأخذون بالقرار نفسه وهو التضحية بحياة شخص واحد لإنقاذ خمسة لكن في هذه الحالة لا يوافق على التضحية بحياة الرجل غير حوالي 10% من الناس تخبرنا غرائزنا الاختلاف بين الأمرين قتل الشخص عمدا وقتله نتيجة للأضرار الجانبية وقد نخطئ إذا تطرقنا للأسباب التي يصعب علينا تعليلها بين علم الأخلاق وعلم النفس ما يثير انتباهنا حول معضلة الترولي أنها تمثل نقطة تقاطع وتبدو المعضلة في اختلافاتها العديدة حول ما نراه صحيحا أو خاطئا يعتمد على عوامل أخرى غير الترجيح المنطقي للإيجابيات والسلبيات على سبيل المثال لعل الرجال يوافقون أكثر من النساء على دفع الرجل من على الجسر هؤلاء الأشخاص هم نفسهم يشاهدون مقطعا كوميديا قبل القيام بتجربة فكرية تشير إحدى الدراسات في الواقع الافتراضي أن الناس أكثر استعدادا للتضحية بالرجال عن النساء وقد درس الباحثون نشاط دماغ الأشخاص الذين يفكرون في كل من النسختين السابقتين وهكذا يقوم كلا السيناريوهين بتنشيط مناطق العقل الداخلة في اتخاذ القرارات الصائبة والاستجابات العاطفية غير أن الاستجابة العاطفية أكثر قوة في نسخة الجسر وهكذا يعد نشاطا في منطقة العقل مرتبط بعملية الصراع الداخلي لماذا الاختلاف؟ تفيد إحدى التفسيرات أن التسبب في موت الأشخاص يتعلق بأمور شخصية وتنشيط الكره العاطفي إلى قتل شخص آخر لكننا نشعر بالصراع في داخلنا لأننا نعرف أنه لا يزال الخيار المنطقي لقد تعرض علم واضلات الأخلاقية للانتقاد من بعض الفلاسفة وعلماء النفس إنهم يزعمون أنه لا يكشف عن أي شيء لأن افتراضاته غير واقعية للغاية لذلك لا يعير انتباههم غير أن التكنولوجيا الحديثة جعلت التحليل الأخلاقية أكثر أهمية من أي وقت مضى على سبيل المثال قد يلجأ سائق السيارات الصغيرة إلى التعامل مع خيارات مثل التسبب في حادث صغير لتفادي وقوع حادث بالغ الضرر في هذه الأثناء تجري الحكومات أبحثا حول طائرات عسكرية بدون طيار مستقلة حيث بإمكانها وضع حد لقرارات كالمخاطرة بخسارة حياة المدنيين لإصابة هدف بالغ القيمة إذا أردنا هذه الأحوال أن تكون أخلاقية علينا أن نقدر مسبقا قيمة الحياة البشرية وأن نسعى لتحقيق الصالح العام هكذا يتعاون الباحثون الذين يدرسون الأنظمة الذاتية مع الفلاسفة لمعالجة المشكلات المعقدة من خلال برمجة الأخلاق في الآلات مما يدل كذلك على أن المعضلات الافتراضية يمكن أن ينتهي بها المطاف بالتعارض مع العالم الحقيقي على استعداد لمواصلة التعلم شاهد مقاطع الفيديو هذا إما لتحدى ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة مزيد حول ما لا تعرفه اشترك وابقى فضولي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة